بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام وركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم وبعد عن اكتر من اربعين اه رمز لو شفناه اه في المنام فنبشر بالفرج نبشر بالتيسير اه في اه امورنا نبشر بتخفيف اه او اه بعوض كمان من قبل الله عن شيء احنا فقدناه او اه تخفيف صعوب عن اه شيء احنا اه بنمر بي اه اول رمز او اول اه رؤية لما شوف الشخص نفسه انه في المتحان ويشوف ان المتحان ده صعب وان فيه سؤال هو اه مش عارف يجاوب عليه لما يشوف ان فيه صعوبة في ان هو بيجاوب على اه سؤال معين ويشوف ان في الاخر هو اه يجاوب عليه او حتى يشوف ان هو صحي من النوم قبل ما اه يجاوب عليه اه كل دي من الرؤى اللي بتبشر الشخص بتايسير اه في اه اموره بحل المشكلة كانت شوية اه صعبة عليه كمان من الرموز اللي بتلع على تخفيف امر صعب كان بيمر بيه الرأي الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الشخص انه اه بيحج او اه بيعتمر اه رؤية الحج او اللي يشوف الشخص انه بيعمل عمره فيه اللي بنام برضو من الرموز اللي اللي رؤية التالتة اه لما يشوف الشخص انه اه انه كان فيه حاجة ضائعة منه اه ويشوف انه لقاها في المنام او يشوف انه هو فقد اه شيء معين او خسر شيء معين في حياته ويشوف انه لقاها في المنام او اه يشوفه في اه هيئة اه خسنة كل دي من الرؤى اللي بتبشر الشخص بعوض عن اه شيء هو فقده اه فبيكون بشارة ليه بيعوض من قبل الله سبحانه وتعالى الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي نفسه اه او يشوف حاجات هو بيحبها في الواقع او يشوف اشخاص هم اه هم اه او هو بيحبهم اه لما يشوف الرأي اللي في هموم او ان يشوف ان هو اه اللي شخص المهموم او الشخص اللي عنده مشكلة لما يشوف اشخاص هوا بيحبهم اه بيقدمولو اه اه شيء في المنام فبيكون بشارة ليه بدعم ومساندة من قبل الاشخاص اه دول اه كمان رؤية الاشياء اللي هو بيحبها برضو في المنام فدي برضو من الرمز اللي بتضل على قدوم فرحة اه ليه ويه اه بشارة بيه اه سعيدة الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده هي اه رؤية اشخاص سواء اه معروفين او مجولين للرأي ويشوفهم انهم يشوف اشخاص صالحين اه ومعروف عنهم الصلاح لما يشوفهم في اللمنام بشكل اه كويس كل دي من الرؤية اللي بتضل على التيسير في امور صعبة كان هو اه بيمر اه بيها الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده هي اه سواء رؤية المفاتيح او رؤية الببان المفتوحة او يشوف الشخص انه بيفتح اه باب او يشوف انه بيفتح قفل كل دي من الرمز اللي بتبشره بفتح ابواب خير ابواب اه سعادة كمان من الرمز اللي بتبشر بالفرج اه من الرمز اللي بتضل على تيثير في امور يمكن كانت اه 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 صعبة اه كمان من الرمز اللي بتبشر بقدوم اه رزقه بقدوم خير اه ليه الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الرأي نفسه انه بيعمل شيء في المنام ويشوف ان الشيء ده ميسر اه يشوف انه بيعمل اه بيستخرج اوراق مثلا او بيعمل اه اي اه مصلحة في المنام وتشوف ان الشيء ده كان اه ميسر فبرضو من الرمز اللي بتبشره بيتيسير في اموره اه بشكل عام من الرمز برضو اللي بتبشر بالفرج وبخلاص من اه هموم هو لما يشوف الرأي نفسه انه بيقضي حكته اه في المنام لما يشوف انه بيتباول اه فبيكون برضو بشارة ليه بالفرج بشارة ليه بزوال اه هموم كمان بشفاء لو كان هو شخص اه مريد الرؤية اللي بعد كده وهي اه رؤية شخص حاكم او رؤية اه قاضي في المنام رؤية الحاكم او القاضي في المنام برضو بشارة بتيسير بشارة برفع ظلم عنه لو كان هو تعرض ليه اه ظلم كمان بشارة بالقوة وبيه الرزق الشخص المهموم او الشخص اللي عنده مشاكل او عنده اه ديئة او بيمر بزروف صعبة لما يشوف نفسه انه مسافر او يتنقل من مكان لمكان ويشوف المكان اللي هو راحه ده افضل من المكان اللي كان عايش فيه او يشوف انه مسافر لحد اه مسهلا او لدولة اه غنية او لدولة اه ويشوف فيها مناظر طبيعية حلوة كل دي من الرموز اللي بتضل على تغيير هيحصل في حياته والتغيير والتبديل ده هيكل الافضل وليه الاحسن كمان من الرموز لما يشوف انه راكب وسائل الواصلات بشكل عام رؤية اه ركوب الوسائل الواصلات بشكل عام برضو بشارة بالنجاة بشارة بالفرج كمان اه بشارة بتغيير اه في حياة الرائي كمان بنجاده من هم او من مشكلة كان هو اه بيمر اه بيها من الرؤى برضو اللي بتبشر بفرحة وبتبشر بسعادة لما يشوف الرأي نفسه انه اه تزود رؤية الزواج اه والزواج بين اه امرأة او من رجل صالح فبيكون اه بشارة اه بيساعة في اه رزقه كمان بسعادة ويه اه بفرحة الرمز اللي بعد كده هو رؤية اللي مشوف الشخص انه كان مريض وانه اه شوفي او يشوف ان هو بياخد اه دواء برضو من الرموز اللي بتدل على زوال اه ازن على زوال اه الم وكمان على اه صلاح حاله بشكل عام اه من الرموز برضو او الرمز اللي بعد كده هو اه رؤية المطر المطر في اللمنام برضو من الرموز اللي بتدل على اه زوال دي الهموم وكمان بشارة اه برازق اه برضو من الرموز هو رؤية البكاء لما يشوف الشخص انه بيبكي بدون سريخ او بدون اه سود اه برضو من الرموز اللي بتبشيره بالفراج اه كمان لما يشوف الشخص انه نجأ من امر كان صعب في المنام اما يشوف انه نجأ من اه حيوان مفترز يشوف انه نجأ من سقوت شوف انه نجأ من اي شر او من اي ضرر في المنام في يكون بشارة برضو من الرموز اللي بتبشره بحفظه كمان بزوال ضرر. الرؤية اللي بعد كده هي رؤية النور. لما يشوف الشخص انه خرج من ضلمة لنور فبرضو من الرموز اللي بتبشر بالفرج. من الرموز برضو هي ذكر الله بشكل عام. لما يشوف الشخص انه بيذكر الله سواء بيقرأ قرآن او بيقول ذكر معين او بيدواجد في اماكن العبادات سواء المزاجد او اماكن لحفظ الكرآن الكريم. فكل دي من الرموز اللي بتبشر بتفريغ هموم وكمان بزوال اه هم وحل للمشاكل. كمان العبادات بشكل عام زي بقولنا الحج او العمراء كمان السيام. الصلاة لما يشوف الشخص انه بيتوضى. كل دي من الرموز برضو اللي بتبشر الشخص بزوال لي هموم وكمان بصلاح حاله. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده هي رؤية الاموات وبالاخص رؤية الاموات الصالحين او اللي كان معروفة عنهم الصلاح. رؤية الاموات الصالحين برضو من الرؤى اللي بتبشر الشخص بصلاح حاله. كمان رؤية الاقارب الصالحين. ح Там لو كان هما لسه عايشين. فبرضو من الرؤى اللي بتدل على الفرج وعلى الدعم وعلى المساندة. كمان رؤية الاموات او الاموات فبردو من الرؤى اللي بتدل على التأسير. وكمان رؤية الاخ من الرموز اللي بي دل على دعم وعلى مساندة للرأي. آآ برضو من الرموز اللي ما يشوف الشخص انه بيتوب في المنام. رؤية التوبة آآ برضو من الرؤى اللي بتدل على آآ خروجه من ضيئة خروجه من هم كمان بشارة برزق آآ بشارة بآآ فرج. من الرموز برضو هي رؤية الاعياب بشكل عام سواء رؤية عيد الفترة او رؤية عيد القضحة آآ او رؤية اي عيد آآ يعني متعارف عليه فبرضو من الرأي اللي بتدل على فرحة وعلى سعادة وعلى زوال آآ ليه الهموم وخلاص آآ من آآ مشاكل. لما يشوف الشخص نفسه انه طاير رؤية الطيران او رمز الطيران برضو تعتبر من الرموز اللي بتبشرها بيه الفرج ويه آآ خروج الرأي من دقيقة او من هم او آآ كمان بشارة ليه بفرحة وسعادة آآ هتكون آآ كبيرة. ده كده باختصار اهم آآ اربعين رمز آآ ممكن آآ يبشرنا بالفرج يبشرنا بالسعادة يبشرنا بخلاصنا من امر كان صعب او تخفيف امر صعب علينا آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او سارك دولي تحت. انا ان شاء الله اعردت عليكم. بشكركوا جدا. انا شوفكم ان شاء الله في فيديو بديد. مع السلامة.